دار مصطفى باشا أحد القصور المرموقة في قصبة الجزائر تحفة معمارية تجاوز عمرها المائتي سنة شهده الدي مصطفى باشا عام 1798 على مساحة تقدر ب709 أمتار يتميز بنافورته العتيقة في صحن الدار أعمدة الرخام الإيطالي الفاخر والزخارف الإسلامية ويضم 500 ألف قطعة من البلاط الرفيع القصر كان مقرا لشخصيات فرنسية خلال فترة الاستعمار وفي 1863 تحول إلى مقر لأول مكتبة وطنية دار مصطفى باشا مستفى باشا صنف القصر عام 1992 ضمن التراث العالمي لليونسكو ليصبح مقراً للمتحف الوطني للزخرفة والمنامنمات وفن الخط منذ سنة 2007